السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد معاكم ايمان حمدي دلت لكم اليوم وصفات متنوعة في هاد الفيديو هادا دلت لكم هاد القغاة ودلت لكم الشربة البيضة وهادو ما خبيزات على شكل بيزا هو خبز ماشية ماشي بيزات انا نديرو بزاف في رمضان بزاف بنين لكن هنشاركو معاكم في فيديو اخر دلت لكم الشربة البيضة هادية تعنس دزاير جيب العقدار الله الله بالقارس والمعدنوس وحبيبات على البيض يجي فيها سدرتها الجاكش كان يديروا فيها الحميصة كلامي ما يديروش كان يديرها بالفرميسال كان يديرها بالروز المهم درتها لكم على الطريقة اللي نديروها احنايا بزاف بزاف بنينة وراني متأكدة باللي رايحتنا لإعجابكم درتها لكم بمقادر مضبوطة ودرت لكم هاد القغاة هادا يا تعل فورت طار فوق طابلة لحسوا الطباسا بزاف بزاف بنين القغاة هادا يا وما فيش كامل مكونات بزاف غير شوية فيونداشي وشوية بطاطا وشوية فخوماش غابي سوف نقوم بإضافة القغاطة يحبوه الكبار والصغار نفوته مباشرة بلا ما نطول عليكم في المقادر شربة البيضاء عندي أحبب بصل كبيرة من أحسن ترحيوها في الأشواخ شوية حميصة لما أحبش الحميصة لا يديرش مشي كامل الناس يديرو فيها الحميصة من الحميصة رايحة تلبي ليش فيها هذي كلاسوس في هاد المكونات هادو ما درت نص كاس تعبر ميسال عندي صدرت على الجاج ديرو جناح ديرو أي قطعة ملجج من أحسن مرصو صغير مزدر في التوابير شوفوا القرفاش حديرو يعني نص صعود يكون بزاف صغير وملح والأحسن مشي في الفلك الفلفل أبيض أنا ما عنديش في الفل أبيض حندير قرصة برك وشوية سكن جبير ماشي بزاف وحدة ربع ملعقة صغيرة عندي شوية زيت وعندي مغرف صغيرة تع السمن كما تعرفو هاد الأطباق التقليدية كامل دخلوا فيهم مغرف صغيرة تع السمن رايحة تزيد لهم بالناها هيلو درت الزيت مع السمن والجاج بارد فيه بارد رايحة نخليها يتقلى شوية هادك الزيت على الجاج اهنا ما قطعتوش خاطش راهو كونجلي من بعد رايحة نفتو نعود نرجعو للشربات تاعي حنقليها قدايا واحد وغير مع السمن والزيت باش يتلقليه بالناف هادك الشربة هادك وشنو ما لازمش ياخد لون خاطش لو كان ياخد لونه رايح يتلقلي هادك اللون الفونسي في الشربة ويجيل وانتحه ماشيش باب آلو خلي وهي تقلى غير على نار قليلة غطيو عليه باش ما يطردش لكمش الحالة ولا غير يتلقلي هادك اللون تاع تقلية نضيف البصل ولا نضيف الحبة تاع البصل هنا يديرو حبة كبيرة تاع البصل ولا صغار ديرو زوج ملء احسن ارحيوة في الاشواق باش ما يبنش كامل البصل اللي ما عندهاش طرابيه رقيق درت شوية ملح وشوية في الفلك حل درت الحميصة هنا يلي ملح حسب الدوق يعني كل واحدة على حسب الدوق تحها ورميو هادك العود الصغير هادك تاع القرفة ما تديروش بزاف القرفة باش ما تغلبش يعني ما يجيش لقوتها قاسح في الشربة اللي ما عندهاش تديرو بع ملعقة صغيرة تعال القرفة بودرة بالصح القرفة بودرة رايحات كحل شوية شربة تاعي يعني ملء احسن ديرو اعود نخليهم يتقلوا على نار قليلة يعني يتقلوا وقت يعني قدمي يطولوا ملح لازم يدو بلي كامل كامل هادك البصل يعني غطيوا عليهم خليهم على نار قليلة يتقلوا ملح 1-4 ساعة هكذاك من بعد ضفت عليهم زوج ريتلات تعمى يكون سخون يغلي لازم تديرو الماء يغلي نعاود نغطي عليهم ونخلي حتي طيب لي كامل هادك الجاج والحميصة من بعد رايحة ندير هادك الفرميسال ما تكتروش بزاف الفرميسال الشربة بيدا متحبش بزاف الفرميسال تجي شغول تجي مع الجنان بعد مدرت الفرميسال نغطي عليها عشر دقائق سواسوا وفي هاد الوقت نروح نوجد العقدة بزاف سهلة هاد الشربة هادي نحيت شوية هادك العصص بما انه راه يسخونه بش ميطيب ليش فيها البيت رايحة نضيف لها شوية ما بارد متاع الحنافية بش نبرد بك هادك العصص هنا يدير واحد المغرف كبيرة مع مرام مليح تعمى عدنوس ولا زوج مغرف كبيرة مع تعاصر ليمون تقدروا تدير وزوج يعني حسب الدوق هنا ندير مغرف كبيرة بش مدينيش بزاف قارصة وصافار بيضة من الاحسن ما تديروش بايض البيض يجي يعني الشكل تعمى ومشي شباب في الشربة من الاحسن ديرو صافار وحده ولا ديرو يعني صافار بيضتين تقدروا تديرو ليحبوها بزاف تقيلة وهادك الجاج نحيتو فتتو رايحة نرجعو من بعد نروح مباشرة نفرغ عليها هديك العقدة ونحرك هكدايا بسرعة بش ما يطيبليش هدك البيض يعني ما يبنش كامل بلي فيها البيض فيديو تاع الكباب ونقعد هكدايا نحرك فيها هنا يا البرميسال تاعي ما زالت شوية ما طابتش نرجع هدك الجاج الداخل ونعود نقطع عليها ونخليها خمس دقايق تكمل البرميسال هديك الطيب ويزيد يطيبلي هدك البيض هدك تع العقدة هديك ويزيد يعني تختار شوية الشربة ديالي هايلك بعد ما فاتوا عليها خمس دقايق خليتها غلات مليح رح يتلبات كما نقولو حنايا الشربة البيضة تجي خفيفة متجيش تقيلة حنايا هكدايا نديروها يعني في دارنا ماشي في المنطقة دعنا احنا في الدار هكدا نديروها هكدا تديرها الناماما لي حبوها يعني تقيلة كتر من هكدا خليوها خليوها زي تتقال بلا ما تزيدوا لها بزاف البرميسال بس كنت جيكم بزاف شغول معجنة جي فيها بزاف البرميسال وتجي تقيلة هي ملء احسن هدا هو القوام تحت جي خفيفة هنا طفيت عليها النار نغطي عليها ونخليها بجيه ونروح نحضروا القغاتان هاد القغاتان سهل ماهل يوجد في خمس دقايق هنا يا عندي ثلاثين الف برق طعا فيونداشي ما تشوفوش كمية كبيرة قدرت له حبك كبيرة طعا بصلك طرولوا البصل الفيونداشي هنا يا بشي يجيكم بنين طيب تغير مع البصل وشوية زيت وملح وفلفل وقليت لتحبات بطاطا هنا ما ضفت له حتى قطرة على المال فيونداشي يعني خليت البصل يتقل في المقلة مع الزيت وحده بعد ما تبلي هادك البصل ضفت عليه الفيونداشي وخليتو اي طيب معاه خليتو يعني حتى نشوف كامل هادك المال على البصل يجب ان يأخذ ايتشوة ايتشوة شوية فالة باش يجيكم بنين قدرت له ملح وفلفل هذا ما كامل مديروش فيه التوم ساهل ماهل حكموا بلاتا الفورد هنا غير بشوية مرقالين مسحة خفيفة او بشوية زيت ستفو هديك البطاطا تعمل تحتنا قطعتها ديبتي دي هكذا باش مجينيش كبيرة قدروا تقطعوها مدورة قليتها عادي ودرت كي ما تشتوني في الفيديو راهو هاتح وش راهي حنديلها هنا حنديلها حبابيد مع كاس تاع كريمة الطهي ولا تقدرو ديرو كريمة خاش تكون خفيفة لا تقيلة زيدو لها شوية ماء هنا استعملت كريمة الطبخة عصومة ما خيشتوني دي من نخدم بيها درت شوية ملح وشوية فلفل كحل باش مجينيش صامتة والبطاطاني ملحتها بس كنا نقلي البطاطا تعم السوسة بعد ما طابت ملحتها حركم ملح هذا البيض مع لك خنف خشد هنا علش درت حبابي تقدروا تستغنوا على البيض بركت درت حبابي باش يشد لي هذك القغاتة ما يقعدش هكده يمحر حركي كين نقطعوه درت شيف خوما شغابي من الفوق استعملت شيدار وانتم ما تقدروا تديروا اي جبن عندكم تقدروا تديروا مام جبن ابيض وفرغت عليه هذك الخاليط هذك الكريمة على الطبخ واندخلوه في فرن سخون على ميتين درجة وفي الوسط ما يطولش بزاف عشر دقائق برك نحيوه ولما تحمرش ملفوق زيدو شعلوه ما شعلوه كامل ملفوق عشر دقائق وزد قدمتهم مع هذ الخبيزات هذو متاع البيتزا هذا خبز على شكل بيتزا هو خبز على شكل بيتزا يجي خفيف يجي قطني يجي بزاف بنين بما انه هذ العم سميد ماكاش يعني الديولة راح يكونوا بزاف غاليين هذوي لصبناهم رايحين انظروا للمملاحات ودرتهم فتس لهذه الخبز شريتها بزاف عجبتني لقيت عندها خطيوة هكداية تحطوا فيها مملاحات ولا خبز ولا مطلوع ولا اي حاجة وتغطيوها يعني توجدوها الافونس وعندها الاختيوات ها بزاف عجبتني حبيتنا ورايها لكم بالنسبة لخبز البيتزا هدايا ما حطيت لكمش الوصفة تاعوا في هاد الفيديو راح نشاركها معاكم ان شاء الله في وصفات اخرى نصالحكم خطش ما كانش عندي زيتون كحل انا نحب نديرو زيتون كحل والمعدنوس مكثانيش ما حبيتش نصبرو يعني درتو هكا كبرك ان شاء الله رايح نشاركو معاكم لكن نحب ندير لكم حاجة نحب نديرها بالطبع ولا ما نديرش الوغ شربة تاعي هنا يرا هي وجدة شوفو نزيدنا ورايكم القاوم تحها بعد مريحة شوية وما تكتروا لهاش بزاف القارس بش ما تدورش يعني بش ما تقرس للكمش بالخف مدة صلاحية تحاما تطولش بزاف شربة بيضا هادي خاصة الى درتو لها القارس يعني ماكسيموم دو جوغ بش ديرو برك حسابكم وديرو كمية صغيرة بش تخلص للكم في نهار ولا في يومين وقدموها بهات الطريقة هادي مع طرنشة عقارس وديرو لها شوية مع دنوس من الفوق يعني ديرو التقديم هاكدا يا خاصة الى كانوا عندكم دويوف ولا بش تحملوا وجهكم يعني ولادي يحبوها يموتوا عليها وهو اللي قلقاتان تاعي بعد ما طعب شوفوا الشكل تاعو النهائي جاي شاهي ماخداليش كامل وقت طويل في الطياب بلا كوت نساوه مايطورش عشر دقايق يكون واجد وما شعلتلوش كامل الفرن ملت ما يعني ملفق الفرن كان شعل ملتحت والفرن تاعي يعني كويزينياغ دي من جيني اسئيلة هادي عندي كويزينياغ تعكون دو عادية جدا مافيهاش كامل المرواحة وشنو انا السر اه تاع الطياب تاعي في الفرن عندي واحدة سنيوة بلا مافيهاش جوانب نحطها دايمن فوق الاغري ونخليها تسخن كي نشعل الفرن نخليها تسخن لداخل ودايمن انطيب فوقها يعني نحط سنيوة فوق هاديك السنيوة ما نحيهاش كامل فوق الاغري باش ما تحرقليش يعني الماكلة تاعي ولا ليقات ولا اي حاجة يطيبوا لي ببيان وهذا هو المانوية اليوم ان شاء الله يكوننا لإعجابكم ان شاء الله تجربوا هاد الوصافات هاد وما وكل عادة نقولكم ما تنسونيش بتعليقاتكم ليتفرحني بزاف ولي عجبتها على فيديو ما تنساش تدير جام الفيديو هادي خطش جام هادك يعاوني بزاف وهو ليخلي الفيديو توعي يبانو ويشوفوهم ناس واحد اخرين نجي نقسم لكم دوكاتي كليك غاتا هادك باش تشوفو يعني القاوم بتاعو نحب نوري لكم يعني كلش عكدا يابيان قد لكم ما يجيش كامل ناشف تقدروا تستعملوا يعني الجاج في بلاستلا فيونداشي صدرت على الجاج من الاحسن شريوها كدك صدر ورحيوه انتو ما رحيوه في الاشواق غيترحة عادي كما هو كما البصل من الاحسن ما تشريوهش مرحي خاطش رحيوه بالجلده بش حم بكلش يعني اه اه انا جامي نشريه مرحي ما نقدبش عليكم شوفو انا انيقسم لكم فيه جاق غراف غراف بنين هدرت بزا في هاد الفيديو سمحولي اه وحبيت نقول لكم تاني اه لجربة هاد الوصافة ما تنساش تخليلي اه ما تنساش تصور وتخلي نعطي طبيقات في القروب فيسبوك تاعي ولا تبعتمني في الانستغرام راني نخلي لكم دايما الروابط تحوم في صندوق الوصف وراني دايرا عدة انواع مليك غاتا اه اه ادخلوا في لاليست فيديو تاع قناتي اه اه كتدخلوا القناتي حاوسوا من الفوقا وين مكتوب فيديو كليكيوا عليها وحبطوا التحت كامل رايحين رايحين تلقاوا بزاف وصافات اه متنوعة اه تعلوحو مداجاج يعني وصافات اقتصادية اه اه انا دايرا بزاف وصافات حلويات ليدي سيغلي غاتا انا دايرا بزاف وصافات رايحين تكتشفوهم كامل اه خاصة اني ما بنولهمش لفيديو لقدم هادوك لحقنا الى نهاية الفيديو ان شاء الله يكونوا عجبوكم الوصفات اشتركوا في القناة ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة